الأخبار من الحدث قمة العشرين تختتم أعمالها اليوم في السعودية والملك سلمان يؤكد على مساعي السعودية فالحفاظ على كوكب الأرض حملة على وسائل التواصل أطلقها يمنيون تدعو لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وبومبيو يؤكد في مقابلة حصرية مع الحدث أن التصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يزال قيد الدرس نحييكم من الحدث إذن تختتم قمة قادة مجموعة العشرين تختتم أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين والدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية وافتتح العاهل السعودية الملك سلمان أعمال القمة أمس السبت ودعا في خلال كلمته قادة المجموعة إلى إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في خضم جائحة كورونا وتبحث القمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثا عن توافق دولي إزاءها وخلال جلسة حماية كوكب الأرض في قمة مجموعة العشرين شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة إيجاد حلول بديلة للحفاظ على كوكب الأرض مؤكدا أن هذا الهدف له أهمية قصوى لدى المملكة في الوقت الذي نتعافى فيه من داعيات الجائحة علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل أفاق جديدة للاقتنام في روض القرن الحادي والعسيني للجميع أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر بأهمية قصوى في ظل زيادة الاتبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي وحلقنا أن نكون رواد في تبني منهجات مستمدامة وواقعية ومجدية ويتكفل لتحقيق الأهداف المناخية الطموعة تكون مملكة بإطلاق المرناوج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بالترسيخ وتزريع الجهود الحالية للتحقيق الاستدامة بسلوب شامل وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق هدف هذه المرناوج المتمثلة في التصدي للتغيير الملاخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفع الإنسان في عام 2012 أطلقنا بالراجل الوطني لكفاءة الطاقة في جود تقليل الانبعاث ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وكذلك لدينا عديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله مواد ضخام ذات قيمة وستكون مملكة بإطلاق المرناوج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بالترسيخ وتزريع الجهود الحالية للتحقيق الاستدامة بسلوب شامل وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق هدف هذه المرناوج المتمثلة في التصدي للتغيير الملاخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفع الإنسان في عام 2012 أطلقنا بالرناوج الوطني لكفاءة والطاقة في جود تقليل الانبعاث ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وكذلك لدينا عديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله مواد ضخام ذات قيمة وستكون مملكة بإطلاق المرناوج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بالترسيخ وتزريع الجهود الحالية للتحقيق الاستدامة بسلوب شامل وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق هدف هذه المرناوج المتمثلة في التصدي للتغيير الملاخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفع الإنسان في عام 2012 أطلقنا بالراجل الوطني لكفاءة الطاقة في جود تقليل الانبعاث ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وكذلك لدينا عديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله مواد ضخام ذات قيمة وإذا راكم المملكة لدور المهم لعملية التصاص الكربون من خلال الطبيعة فقد ندينا بتبني هدف طامون يتمثل في الحفاظ على مليار اكتار من الوقت Our cooperation has been important more than ever Together we have addressed this challenge with seriousness necessitated by the responsibility to preserve human life protect livelihoods mitigate the ensuing damage من أجل مواجهة هذه الجائحة فأخذنا دور المبادرة لتبني إجراءات غير مسبوقة وجهود منسقة للتعامل مع الجائحة وعواقبها نقف اليوم بعد عام استثنائي منذ بداية هذا العام حددنا هدفا واحدا وهو تحقيق فرص القرن الـ 21 للجميع والتي تشمل محاورة مثل تمكين الناس وحماية الكوكب وصياغة أفاق جديدة مجموعة العشرين هذا العام حددت أولويات عملنا معا لتطبيقها علاوة على معالجة الآثر الإنسان والاقتصادي والصحي للجائحة فأنتخذنا كافة الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر وفقرا وبادرت مجموعة العشرين للتنفيذ الخطوات التالية أولا وفرنا الموارد الضرورية لحلاء العاملين الخطوط الأمامية في المعركة ضد كوفيد-19 مجموعة العشرين التعهدت بعد تفشي جاها أكثر من 21 مليار دولار لدعم التمويل المباشر لتطوير أدواتي التشخيص والعلاجات واللقاحات المملكة أسهمت بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود ووافقنا على عدم ادخار أي جهد لتوفير الأمكانية الوصول المتساوي والعادل لأدواتي التشخيص والعلاج الثانيا اتخذنا إجراءات استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين لهذا العام وحقاً أكثر من 11 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي لدعم الأعمال وحماية الأفراد هذا غير مسبوق وكذلك حقمنا بحماية هؤلاء المعارضين لفقدان وظائفهم ودخلهم كما وفرنا الدعم الطارئ للأكثر فقراً في العالم حيث عرضت الجائحة عدة عقود متقدم الذي تحقق مع تمديد تعليق سداد الديون والذين يتجاوز سكانهم المليار كما وسعنا هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الوضع لتعرف إذا ما كانت هناك فترة أخرى يمكن أن نوفرها كتمديد على ذلك مليارات الدولارات حشدت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تعمل مع جموعة العشرين لدعم الدول الفقيرة وأظهرنا بأننا معاً قوتنا تكمن في وحدتنا وهذا هو أسبب رئيسي من تأسيس مجموعة العشرين لجمع الدول من كل القارات معاً لمعالجة أكبر التحديات نواجهها اليوم بشكل مشترك وتطبيق الحلول وأدركنا أهمية الحماية أنفسنا من الجائحات المستقبلية ويجب أن نستلخص الدروس من هذه التجربة واقترحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين لإمكانية الوصول لأدوات الجائحة ترويج البحث والتطوير وتوزيع أدوات التشخيص والعلاجات والأدوية لكافة الأدوية وهذا ساعدنا على الجهوزية للجوائحة العالمية ودعم المختصين في الأوروبئة من حول العالم هذه الأزمات تذكرنا بإنسانيتنا وتوفرنا لأحساس بأعمال الخير الرغم من الصعوبات التي وفرتها هذه الجائحة عالمياً فقد أصرينا على التزام بمحاور هذه القمة وهذه المحاور الآن لها مئة أكثر من أي وقت سبق لتجاوز هذه الأزمة العالمية وبناء التعافية أفضل للجميع رئاسة الملكة العربية السعودية تحادل بناء عالم الأكثر والسدامة ومرونة وهذا يتماشى مع عملية التحول في الملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤيتنا 2030 لكي يحقق الجميع فرصهم في القرن والعشرين وضمن يطار رئاسة الملكة العربية السعودية وافق الأعضاء على عدة مبادرات حيوية ستعملوا كأساس للتعافي العالمي ولتمنى أن يكون له الأثر الإيجابي لعدة عقود قادمة أطلقنا مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية وتوفير الدعم الضروري لإصلاحات منظمة التجارة العالمية ونستمر بجهودنا دمكين النساء والشباب عبر جودة التعليم والشمولية المالية رئاسة الملكة العربية السعودية جمعة العشرين ركزت على حماية الكوكب ولهذا صادقنا على منصة الاقتصاد الداري الكربوني تقليم بعثات الكربون على كافة القطاعات الاقتصادية بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة وأطلقنا مبادرة مجموعة العشرين للتقليد تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجاني وحماية أراضينا ومحيطاتنا وجهودنا المشتركة لنضمن أن الجميع بإمكان الحصول على المياه النظيفة مع معالجة مسائل أمن الغذاء للجميع ورغم تزايد الضغوطات البيئية كانت تحديا استثنائيا ولكن تشرفنا برئاسة مجموعة العشرين خلال هذا العام الصعب ونأمل أن نجتمع معانا في عاصمتنا الرياضة لتروي قصة شعبها الفخوري ومستقبلها المزدهر ونستمر بالعمل معانا إلى نتجاوز هذه الجائحة ونبعث الأمل إلى أمتنا والعالم أجمع نحن فخورنا بما حققناه هذا العام ونعرف بأننا لا يزال أمامنا الكثير نفعله المملكة العربية السعودية ستواصل دعم جهود الدولية لتوفير العلاج لكوفيد-19 للجميع حالما يكون متاحا أعرف بأن العديدين ينضمون إلينا بهذا الالتزام وسنعمل مع المعشور كائنا الدوليين ورئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك المملكة ستستمر بالاستجاب ندال عالمي لمواجهة تحديات القرن الحدي والعشرين إلى جانب أعضاء مجموعة العشرين ونتمنى وافر لحظة إيطاليا في العام المقبل شكرا جزيلا إذن مشاهدين كنا مع كلمة الأمير محمد بن سلمان والتي تحدث فيها عن قمة العشرين التي انعقدت في المملكة العربية السعودية مشددا على أهمية التعامل مع جائحة كورونا وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية بخمسمائة مليون دولار من أجل التصدي لهذه الجائحة وتأمين اللقاحات لها بالعودة إلى أخبار النشرة فقد تصدى الجيش الوطني اليمني لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر ماس غربي مأرب في محاولاتها الفاشلة للسيطرة على المعسكر الذي هو في قبضة الجيش الوطني وأفادت مصادر ميدانية أن جثث عناصر الميليشيات الحوثية التي حاولت التقدم باتجاه معسكر ماس متناثرة في محيط المعسكر ووثقت الفيديوهات تواجد قوات الجيش الوطني بعد إخماد نيراني ميليشيات الحوثي التي حاولت التقدم باتجاه معسكر ماس ترجمة نانسي قنقر مفاد الحدث في مأرب هاني الصفيان وقف مع العميد حسن فرحان على تطوير الجيش لقدراته القتالية في حربه ضد ميليشيات الحوثي متابع صوية الموقع الذي يتم تكوينه بصناعة كثير من المعدات ومن ضمنها العربات المصفحة من ضمنها تدريع بعض السيارات بمجهود خفيف لا وجدناك إمكانيات لكي يتم إنشاء كثير من المعدات والقناصات والغذائف والبندقيات المئة والستة تم تحويرها وحمايتها وتم تطوير هذه القناصات التي ترونها الآن يعني عفوا عميد الآن نتحدث عندنا أنواع مختلفة من القناصات هل تم تصنيحها من وإلى هنا في اليمن؟ نعم تم تصنيعها جميعها مع عدن الناظر الناظر باختلاف الناظر والرصاف إما الرصافة هذه عيار 14.5 وهذه قناصة عيار 12.7 وهذه نفس الشيء من عيار 12.7 هذه الأعظم في القناصات وهي عيار 20 إذن اليوم دائرة التصنيع في القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على تصنيع هذه القناصات بأحجامها وهي قناصات على مسافة تصل إلى ثلاثة كيلو متر نعم تصل إلى ثلاثة كيلو وصابات دقيقة وهي من ضمن الأسلحة النوعية التي فعالة في الجبهات كنت تناقش معك من ضمن عمليات التصنيع أنكم قمتم بتصنيع هذه العربة وهي من نوع جلال 2 وواضح أن قمتم بتجربتها في الجبهات نعم هذه من ضمن العربات الدقيقة والإصابة تم صلعتها قديما هذه في قيادة الحرس الجمهوري سابقا وتم تطوير في الوقت الحاضر بعض منها في تحوير عربات أقوى منها أكدت فعالياتها فيها؟ أكدت فعالياتها والحمد لله هي من ضمن أقوى المعارك الذي قامت به هذه العربات وتم تطوير المدفع المئة هو الشتة هذا التطوير حماية تهنى عن حماية المدفع وحماية الأفراد الذي يعمل عليه في الشأن الإنساني اليمني أصيب المواطن عبد الحسن من فجار عبوة ناسفة مموهة تعمل بالأشعة تحت الحمراء زرعتها ميليشيات الحوثي قرب منزله في قرية البقعة جنوب الحديدة كما قضى أحد أولاده بانفجار عبوة حوثية أخرى وتزرعها الميليشيات عشوائيا في المناطق السكنية والطرقات والتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وهي محلية الصنع يتم حشوها بالمواد المتفجرة الخطيرة والسمة وتحتوي على مئات الشظايا الصغيرة يدرس معظم طلاب مدارس مدرية الوازعية على أن قادم تبقى من مدارسهم المنهارة التي اتخذها الحوثيون ثقنات عسكرية قبل دحرهم منها منذ أكثر من عامين هذا وقد أكد أهالي المنطقة للحدث أن ميليشيات الحوثي استخدموا المدارس ثقنات عسكرية ثم استهدفوها بالقذائف والصواريخ في سعي منهم لتدمير المنظومة التعليمية في المنطقة التي تعاني من الفقر وسوء الخدمات ويشكو الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من تفاقم الأمراض في أوساط الطلاب نتيجة الرياح والبرد مطالبين بإعادة تأهيل المدارس لاستكمال العام الدراسي يشتي من يصلح لنا مدرسة أفضل من ذلك فنكون نحن سعيدين لكل شيء معاناة من الكتب والشمط والدفاتر وبناءة هذه المدرسة وتصليحها من ثاني قديد مدرسة الوفاقة إنها يعني مهدود من أهمر سبب القضائف الحوثيين والآن نحن مضررين على الطلاب حقنا في أمراض يعني بسبب البرد والمدرسة من أهمر وحتى مكشوفين من الشوارع نحن والطلاب حقنا والمهم كذا يعني من أهمرين سبب القضائف حق الحوثيين والآن نشتي نطالب أنهم يرممون لنا المدرسة فألان الذي نشكو نحن ونطالب فيه هو إعادة الأمل أولا إلى أبنائنا وإلى طلابنا في هذه المدرسة من حيث أنهم يعيدوا هذا المبنى كما كان سابقا تمام لأن الطلاب الآن أصبحت المدرسة مشلولة فالمدرسة كما قلت لك كانت إلى أول ثانوي وألان أصبحت الطلاب ينتقلوا إلى المدارس المجاورة نتيجة يعني خايفين على أنفسهم من المبنى فالآن تعرضت المدرسة لهذا القصف المشاهد مما يعرض بنا أن الطلاب إلى خطر محدك وهو انهيار المبنى على رؤوس الطلاب ولا نستطيع أن نتعل شيء لأن المبنى آي للسقط فعلا وسط كل ذلك أجمعت أطياف وشرائح اليمن على ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية باعتبارها أولى خطوات إنهاء الحرب بالبلاد وأطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية على وسائل التواصل طلبوا فيها بإعلان الحوثية جماعة إرهابية وشارك فيها مسؤولون والصحفيون تحت وسم الحوثي جماعة إرهابية وتم نشر أو نشر مئات الناشطين أبرز جرائم الإنقلابيين منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014 حبيلة إلكترونية تضامن فيها المواطن اليمني قبل النخب السياسية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي محتواها إبراز إرهاب الحوثي بالفيديوهات والصور وأيضا فتح المعلومات عن انتهاكاتهم تحت وسم بالعربي والإنجليزي وهو صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية وأيضا One Voice Houthi Tourist Group الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية تبنت الحملة وزير الإعلام اليمنى المعمر الإرياني غرد بأكثر من موقف عن ضرورة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب وقال إنه مطلب رسمي وشعبي واعتبره أولى خطوات حل الأزمة اليمنية الإرياني يقول أن التجارب والأحداث أكدت أن استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية أيضا العقيد يحيى أبو حاتم والذي يعرف نفسه على حسابه في تويتر بيمني مشرد من وطني أيضا هو أحد المتفاعلين مع الوسم ويرى كما نشاهد في تغريدته أن مصداقية العالم في محاربة الإرهاب تتوقف على تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية أيضا هنا تغريدة للإعلامي عبدالله إسماعيل رئيس المركز اليمني للصحافة الأخلاقية يقول أخبر العالم أن الإرهاب واحد وأخطره الممزوج بالعنصرية والمعجون بالسلالية أيضا تغريدة رابعة للإعلامي الذي خاطب اليمنيين أو هي الثالثة الذي خاطب اليمنيين والعالم بأن المواطنين ضحايا لفكر إرهابي عنصري ويرى أن العالم يتجاهله عن سبق إصرار ويستخدمه وسيلة ابتزاز محمد ناصر الإدريسي الذي يعرف نفسه على حسابه نائب في البرلمان اليمني شارك في الوسم بقوله التعريف الشائع أن الإرهاب هو استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية إذا لم يكن الحوثي كذلك بانقلابه فماذا نسميه كما يقول لهذا يجب أن تكون أو أن نكون صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية مرتدوا مواقع وقادة الرأي في اليمن رفعوا أصواتهم وطالبوا بأعلان الحوثي جماعة إرهابية وتعامل معها على هذا الأساس والمواطنون اليمنيون نشر الجرائم التي يتعرضون إليها في فيديوهاتهم لتبقى الأنظار تترقب قرار واشنطن المرتقب قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع الحدث تبث كاملة في وقت لاحق إن دول المنطقة باتت تدرك أن التهديد الحقيقي يأتي من إيران وبأن واشنطن وبنت واشنطن تحالفا يثبت ذلك وأن الشركاء في المنطقة ساهموا في فضح ميليشيات إيران وأضاف أنهم لا يزالون يدرسون وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب وردا على احتمال توجيه عمل عسكري ضد إيران قال بومبيو للحدث إن مسؤوليات إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتغير حتى آخر لحظة وأوضح الوزير الأمريكي أن الإجراءات ضد ميليشيات إيران في العراق ستحدد لاحقا نشرتنا من الحدث انتهت شكرا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء